الشيخ كريمة يرفض في نفي النسب مدعيا ان هذا لا يعزم شعائر الله ومعتمد على المروية اللي بتقول الولد للفراش. قضية محتاجة النقاش اهلا بكم. طبعا قضية النسب والاسبات النسب وتطور علم الحديث وموضوع البصمة الوراثية كلام لم يظهر الا في العقود الاخيرة. وبدأت تظهر قضايا وقوانين جديدة ربما تتوافق مع هذا الامر. وكان عندنا قضيتين شهيرتين. قضية اه الفنان احمد الفشاوي وقضية احمد عز. احمد الفشاوي اللي كان على علاقة بهند الحناوي ونتج عن هذه العلاقة كان زوال عرفي او ما شابه ذلك اه طفلة بيكبيرة دلوقتي. وانكر النسب احمد الفشاوي ولجا وقال دي ايه وثبت انها ابنته واطرف فيها واصبح يصرف نفقتها. احمد عز ما عرف ان انا زينة. انتج طفلين عن علاقة ربما يعني لم تكن علاقة شرعية. ورفض اثبات النسب وايضا رفعت قضية ورفض انه هو يحل دي ايه وبناء علي ان المحكمة ثبتت ان الطفلين عليه وكل سنة اظن فيه اضايا عشان نفقت الاولاد لانهم طبعا في مدارس اه مرتفعة السمن على اساس ان هو ابوهم يستطيع دفع هذه المبالغ والاضايا مستمرة بينهم حتى الان هم كانوا طفلين توا. جينا بقى القضية التانية اللي هي اه مش اثبات النسب نفي النسب. بدأ اتظر عن الساحة. قضايا ان مسلا اه طبعا انتو عارفين ان الشعر المصري جدا منه في الخليج او بيعمل في الخارج وبيأتي كل فترات متبعدة اه وكان فيه قضية شهيرة ان واحد اه يعني حلل بعد عدة سنوات بسبب مرض او ما شابها ذلك واكتشف انه هو الاطباء قالوله ان انت غير قادر على الانجاب اصلا يعني فالهم ده عندي ثلاث اطفال كان عنده ثلاث اطفال في خلال هذه الفترة اللي كان بيأتي الى زوجاته بين رحين والاخر او كل فترة زبنية المهم ايه اصبحوا الاولاد اه طبقا للظاهر انهم ليسوا اولاد الحقيقيين وهكذا اموم بهذا الشبه كثير نبدأ القضية من حديث للسيدة عائشة مهم جدا بيقول ايه بل حديث للسيدة عائشة بيقول عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد ابن ابي وقاس وعبد ابن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عدبى ابن ابي وقاس عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد ابن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراء شبها بينا بعدبه فقال هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي بي منه يا سودة فلم يرى سودة قط نلخص الحكاية سعد ابن ابي وقاس اللي هو خالي الرسول طبعا هو مش خالي لازم يعني ولكن هو من قبيلة ولدته اه وعبد ابن زمعة يعتبر ابو نسب عبد ابن زمعة اللي هو اخ سودة ابن زمعة اخ سودة اللي هي ايه زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام اه بنت زمعة اللي هو يقال عليه زمعة ابن الاسود او زمعة ابن قايس المهم ان هذه الجارية كانت لنين اه لزمعة وزن بيها عد بابن ابي وقاس وقال ايه لاخوه سعد انا على فكرة الولد اللي اللي في بطن اه يعني جارية زمعة دي اه ده ابني وفعلا انجبت وعرف انها انجبت وقال له ده ابني لازم تايه تنسبه اليه وطبعا عبد ابن زمعة ده قالك لا دي الجارية بتاعت ابويا والولد للفراش يبقى ده ايه لهازا هزا الطفل اخويا خلي بالكم الحكاية ده الخناع الولد ليه لان زمعة الولد عزوة يعني عدب ابن 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 ابي وقاس لم يتحرج ان هو يقول ان هو زنة بجارية مش جاريته ولكن بجاريت يعني جاره او ما شبه ذلك كان طبعا في قريش او فاتح مكة اه اللي هو زمعة ابن الاسود او ايه او او زمعة ابن قايس اه فاتحكم لمن ان الجارية كانت تحت مين كانت تحت زمعة فقاله لا ابن اخوص الولد ده تاعك يا اه عبد ابن زمعة اخوك يعني اخو عبد ابن زمعة وعطال عبد ابن زمعة وفي نفس الوقت قال له السودة متكشفش عليه ده شبه اه عبيد ابن سعد ابن ابي وقاس يعني ده ما يعطوش اخوك ده ابن الجارية ده مش اخوكي ده ابو مش ابوكي ده ابو عطبة ابن ابو وقاص فده ابو ناسا بيعتبر عبد ابن زمعة وده سعد ابن ابو وقاص فيما قام خاله يعني والجارية كانت بتاعت زمعة زنة بيها عطبة ابن ابو وقاص وهنا ما يتحركش نقول زنة طب فين لو هو زنة فين الرجم فين الجلد فين كان ده كله زي هو يعترف في هذا الشكل المهم الامور كانت ماشية بهذا الشكل في القدم طبعا النص القرآني بيقول اه بيقول طبعا ايه ادعوه لابائهم واقصده عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطعتم به ولكن مات عمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمة القانون المصري خاد باسبات النسب بدي ايه في اسبات النسب زي ما وضوع قلنا قضية احمد فشاوي او قضية احمد عز ولكنه حتى الان لان هو عايزة توفق مع الشراع الاسلامية والشراع الاسلامية رفضة لان بتقول الولد ليفراش معناه الولد ليفراش بس لشي الناس اللي بقى فهمة هي متجوزة مين فلان زانت بقى بعشرين واحد ما غزلتش بتلاتين واحد هو بدلا خلفت حيتحسب الولد ده ابن الراجل اللي هو جزها رسمي نظمي فهم حتى لو هو مش شبهه طبعا كان في قضية شهيرة برضو اه هم كان عندهم علم زي ما اسمه علمه القافية اه اللي هو ايه اه اه يعرفه مش بيش شبه بقى بيعرفه عن طريق الايه اللي هي التعرجات بتاعة القدم اللي على الايد او على القدم بيعرفوا بيها الايه الناسب كان برضو زايد ابن حريسة لما خلق اسامة ابن زايد اه كان فيه تهمة انه هو مش شبه زايد تقريبا ان اسامة كان اس واسود وزايد ابيض وطبعا ام زينا باتجاحش اللي بعد كده بعد زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان فيه تشكيك في نسب اسامة لانه مش شبه خالص يعني مش شبه نهي لغاية ما هم كانوا نايمين جنب بعض بيين في خيمة الرسول ودخل واحد من الاعراب وكان يعني ايه لو في علم القافية فلما نظر الاقدامهم قال ان هم هؤلاء يعني هزين الاثنين من ايه من صنب واحد يعني يعايزون ان هم ايه علاقة نسب بينهم من بعض فانشرح قلب الرسول عشان ايه تزول التهمة عن زينب بانتجاحش موصد معنى الناس بتشاكك في في الناسة معنى كده ان زينب بانتجاحش اللي هي كتبتجوزها زينب بن حريسة وانه اسامة ده مش ابن زيد معناها انها ايه في تهمة الزنا تلحق بزينب بانتجاحش فحتى ان شرح قلب الرسول يعني لما هذا الرجل اللي هو في علم القافية اه انه هو قال ان هذا الاسامة هو ابن زين بن حريسة وليس يعني احد اخر فنقضي الشاتف الموضوع اللي هو بيقول الولد لفراش وزي ما قلنا بدأت تظهر اضايا كتير جدا ان ممكن واحد معاشرش امراته هو قام يتجوزها مختلفين مع بعض متخصمين ايه ان كان وفجأة اخيها حملت وخلفت القانون يقول لك ايه اه جوزها مين فلان يا جادي علينا انا معاشرتهاش بلي مسلا سنتين مسلا فده مش ابني دي اه شمال يعني مش معقولة وبعدين القانون المص يقول لك ايه بقى لا القانون المص يقول لك ابنك يعني ابنك اتجوز الرسم معاملين معاك كيبالولد ابنك وعليك نفقته وحيتنسب باسمك وكل الدوشة دي والراجل مش مقتنع ان ده ابنه ده توطر اجتماعي خطير جدا الدين ايه يحسن موضوع ابنه ولا مش ابنه انت بتدعي انك انت معاشرتهاش خلاص هنحلل الدين ايه نحلل الدين ايه هذا الولد ليس ابن هذا الركل وعلى المرأة ان تعترف من هو ابوه الحقيقي وتعود الامور الى نصابها فكهة النسب مهمة كان زمان ما بيعرفوش اه والدنيا كانت مختلفة والحكاية والرواية انما دلوقتي والدنيا زمان ما كانتش برضو ما كانتش الزنب هذا الموت زم موضوع كده كده بيتخانوا على الولد وساعة ده شاف الولد على فكرة في مكة قال له ده ابدا اخوية عضم ده بيوقاص يعني فيه خناه على الولد واللي هو مش اخو عبد ابن الزامعة ده بقول ده اخوية ليه عزوة زم موضوع الراجل يعني فارس يعني سيف يعني ما تيجي تقول عيد فلان حتطلع كم فارس في المعركة الفلانية اه اه انا معي خمسين انا معي مية زي موضوع عمر ابن العاص اللي هو كان النابغة دي امراته يعني كان من اصحاب رأياته الحمر وكان بيدخل عليها الرهط من الرجال وهي بعد كانت نائي مين او الولد وفعلا دخل عليها الرهط من الرجال وكان منهم العاص اه 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 بقول ده ايه بدي ده شبهي ابو سوفيان ابن العرب اخري بالكم فمش عارف سألوها باين فقالت ايه ان العاص اكسر او اكسر يعني يعني او سوفيان بخيل شوية حاجة من هذا القبيل يعني 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 شبهة معترفة ان هو ابو سوفيان بس هي تعمدت تنسبه للايه للعاص ولا العاص زعي ولا بتاع ايه ده زكر ده ده راجل ده وطبعا بقى اهيات العرب بعد كده عمر ابن العاص فنقصدي في النهاية ما كانش فيه التوتر بتاع احنا اليوانده لا احنا اليوانده الموضوع مش هزار يعني لان زمان ما كانش مكلف اهو ولده وطبع عزالي زي بيقوله انها في النهاية بعد ما يبقى شاب فتي هيبقى قوة قوة عدد ابوه وعزوة في الحرب وفي الفروسية وما شابها زلك انما دلوقتي الولد مكلف في تعليمه وفي اه تسقيفه وفي تدريب وحاجات كتير جدا واكل وشربه حتى ديها كانت زمان ايه رخيصة ومكانش فيها ستوتر فكان بالنسبة لهم الولد ده ايه كنز زي الفلاحين يعني من خمسين ستين سنة كان بيخلفوا عيل كتير عشان يساعدوهم في الغيط بيعتبرها قوة عاملة اه مجانية لانه ده ابنه في النهاية وده ارطوهم وحاجات زي كده فنقصدي اه فكرة انه هو نتمسك بالفقه القديم وانه حارب العقل وبعدين حتى لما المزيع فكان في قناة اسمها قناة الشمس وكان معاهم مستشار والمستشار ده نحامي يعني بس يقول عليه مستشار مجازا كده يعني في اضايا كتير جدا بيكلم انه هو انتو ازاي في القانون وان القانون بيناقش الان ازاي يعني تستفيدوا بالده ان ايه في اثبات النسب يعني دول مش متجوزين او علاقة غير موثقة زي موضوع زينا او او احمد عزة او موضوع احمد فشاوهند الحناوي وما تستخدموش نفس الدي ايه في النفي ان هو مش ابن يعني اه هم متجوزين بس ده مش ابنه ده معاشرهاش ده كان مسافر بره ده ما متخصمين من زمين لا ليه مصممين على الولد للفراش وان هو ايه اه لابد انه هو نعظم الشعائر الله ومصمم الشيخ كريمة انه هو ما ايه مش ابنها قالت يعني ايه اه ربنا امركم بالستر ومن سطر مؤمنا سطر الله يوم القيامة نسطر ايه ماشي نسطره ونربي واد بش ابني او اتناسب ليه واد بش ابني هو شايف ان السطر وحتى هو ابن زنا بس خلاص السطر والله نفرش وانتهينا وانقف على الموضوع ويكف على الخبر مجور ليه الدين بيقول كده والشرع بيقول كده وما فيش ايه تهوم في شرع الله وقعب بقى يتكلم وده دين ربنا وثوابة الدين وثوابة الدين وحاجات من هذا القبيل احنا كده رحل في سكة من معارض العلم ومن ضد العلم وبتعمل توتر اجتماعي وبتفرد على رجل ان هو ربي ابن مش ابنه ويصرف على ابن مش ابنه ويظل ممتقن يعني اول حاجة هيبقى كاره الولد ده غير ان المدبر يصرف عليه فهيبقى معبق بغضاء واصل ضد الولد وده توتر اجتماعي يعني ربما يتسبب في جريمة وشايف ان ام زانية او انها خاطية او انها يعني اه هذا الرجل جابيته من رجل تاني يعني كمان خانته وكل هذا معبق انه يصرف عليها ويصرف على الولد فطبعا ده توتر اجتماعي ان هو موضوع يتحل ببساطة الدين ايه الولد ليس ابن فلان بس انتهينا على الام انت اعترف من هو ابو الولد الحقيقي وتنتهي المشكلة ان من سبب توتر اجتماعي بالدعاء ان هذا شرع الله انه ما كان زال ما عندهمش طبعا كان فيه برضو ضمن الدكرة كان مرة يعني احد الشيوخ الكبار يعني مفتي سابق فكان بيتكلم عن موضوع ان هو ايه وانتوا جايين من الحرب ان هما يعني يعني زي النصوص بتقول يعني ان هو يبلغ زوجته كلام منه وكان تفسير النص يعني ان هو ايه عشان زوجته لو هي مش مستعدة نظفتها الشخصية تهتم بيها حاجات من هذا القبيل انما هذا الشيخ قال بمعنى تاني وربما كان يعني جادا مش بيهزر قال عشان لو عندها راجل تسربوا عشان لو عندها راجل تسربوا وكان زال فعلا الراجل بيروح الحرب بيروح الحرب وجواري بقى والدنيا بقى وجواز متعة والدنيا بيس طب والست اللي سابها في القارية دي وزي ما قلنا يعني كان فيه نسبة انحراف ليست قليلة فهذه المجتمعات مجتمعات حارة مجتمعات فيها يعني ما فيهاش شهوات الحياة اللي ربما الاكل والجنس فمعدلات الايه الانحراف الاخلاقي او التجاوز لانه جواز عايش حياته مع الجواري ومع البتاع طب وهي قاعدة هنا ممكن بتعود بالسنة والحروم تي كان بتطول ساعات ده فين وفين لما عمر لها امرأة بتشتكي يعني غياب زوجها وانها محتاجة راجل وحاجات زي كده كما تقول مرويات فراح لحفصة بنته قال لها الستة تستحمل غياب جوزها قد ايه قالت لها اربع شهور اكتر من كده بكتير يعني امر الجيوش بعد كده امر الجيوش ان هو الجنود والعساكن ما اخرش اربع شهور لان اربع شهور يرجع يشوف الستة اللي سيبها في القرية ولا في المدينة وبعد كي يكمل ايه يوصل لحرب مرة ايه مرة اخرى انه واضح انه كان الطبيعي قبل موضوع حفصة وعمر بن الخطاب اللي الدينة كانت مفتوحة شهور طويلة فدي ايه اه الفكرة والقياس زي ما قلنا اه اه ان مجعل الدين يقف ضد العلم وضد اكتشافة العلمية حديثة خطأ فادح ولابد ان يكون القانون متوافق مع العلم وانا قدي ان ايه بيحل مشاكل كثيرة جدا في موضوع نفي نسب يعني واحد يقول دول مش عيالي انا ما عشرتاش انا هي عادة بيت ابوها احنا ما طلقتاش رسمي بس هي في النهاية دول مش اولادي وتقول والنص الشرعي يقول لك لا الولد الفراش هو عيالك طبعا المرويات دي ممكن تكون مش مزبوطة بتاع السدع عائشة وسعدان المرقاص وبايد الله بنساعدة وحتى لو كانت مزبوطة زي ما قلنا مع تغير العلم لابد ان احنا ايه نغير الايه الفقه او القانون يتوافق مع العلم الحديث عشان ما نعملش مشاكل وتوتر اجتماعي في هذا المجتمع اللي احنا فيه المتجدد لابد ان هو يكون فيه تجديد للخطاب الديني اه وتجديد للفقه وزي ما قلنا ان القوانين توضع بالايه بالابناء على العصر والواقع الجديد اللي احنا فيه وبناء العليل المفروض احنا ايه نحدس حياتنا فوضو حلقتنا النهاردة لو عجبك الفيديو شيره واشترك في القناة واشترك ولايك الفيديو عشان يصل لعدد اكبر من الناس شكرا جزيلا ونكمل في حلقات لاحق